بودرة الحليب، اللحومة الحمراء، القمحة الصلب والحبوب الجفة إضافة للطماطم المصبرة ممنوعة من الاستيراد بدءا من 2019 هو ما كشف عنه وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سيد أحمد فرروخي نحن ن van bronxية مسلية تركيز فيما نترون حريبًا حقيقة تلفل على وضع الأشترك في عالمائي لا ي consume المب合بدًا بولت schooling في الممنام التسيطة وعاد الوزير إلى مشاريع استصلاح الأراضي لمضاعفة الإنتاج محذراً كل من تسويل له نفسه الاعتداء أو الاستيلاء على الأراضي الفلاحية أو الغابية بالقول هذا وحمل فروخي الفلاحين مسؤولية ضائلات المردود الزراعي لاعتمادهم على الأمطار لسقي محاصيلهم داعياً إياهم إلى تغيير ذهنياتهم باعتبار أن الفلاحة الآن غير فلاحة الستينيات